هذه الليلة لكي ينهل العطاء ويستمد القوة والحول من هذا الشخص العظيم الذي أثنى عمره بخدمة سيد الشهداء والدفاع عن سيد الشهداء ألا وهو أبا القضل العباس عليه السلام أنا مدينة العلم وعلي بابها هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن لكل بيت باب وباب الحسين هو أبا الفضل العباس أحد العلماء يزور أبا الفضل العباس عليه السلام قبل أن يزور الحسين يقولون لماذا قال لكي أطرق الباب باب الحسين أبا الفضل العباس فإحنا إذا نريد نوصل للحسين نوصل عن طريق العباس عليه السلام وشلون تربية ربت أم البنين خلي بالك وإياه اليوم هاي الليلة لعنده حاجة لعنده مريض طالبين الذرية كل شيء خلي أمنها اشتف هذا المجلس وإحنا أمننا أمننا كبير بهذا الرجل العظيم التربية أتت من أم البنين سلام الله عليها بأبي وأمي هي المديرة هي المربية هي المدرسة بني عباس لا تقل لسيد الشهداء أو للحسين بأخي فإنه ابن فاطمة الزهراء وأنت ابن أم البنين أمه ماذا أقول له قل له سيدي فداك نفسي يا ابن والدي هيك علمتها من الزهر بني عباس لا تسبق أخاك بخطوة يقولون دائما متخلف بخطوة عن أخيه الحسين هو مدرسة عظيمة أم البنين سلام الله عليها ووصلت لهاي المدرسة ووصلت لهاي الكرامات أم البنين من خلال خدمتها للحسين عليه السلام تقول الرواية كان العباس عليه السلام صغيرة وجالس بجنب أباه وأميره والله تبهني لهذه الرواية كان جالس بصف أبو أمير المؤمنين ومن الجنب الآخر الحسين عليه السلام وخلفهم قنبر خادم الإمام عليه السلام التفت الإمام الحسين إلى قنبر قال له قنبر قال فداك قنبر يا ابن رسول الله تفضل قال قنبر أنني عطشان تقول الرواية أبو فاضل سمع يقولون فركض مهرولا إلى أم البنين قال لها يا أمه إن أخي الحسين قد طلب الماء من قنبر وأريد أن أسبق قنبر يقولون من قد الشغف والقد الحب والقد يقول جاب الإناء مات الماء ينخليه على راسهنا ويتبدى الماء يمينا شمالا يمينا شمالا إلى أن وصل إلى الحسين يقول يتباو على أمير المؤمنين قال ابني عباس الآن وقد أوصلك الماء إلى أخيك الحسين ويسقط على خدك اليمين والشمال كيف بك يوم عشر عاشورا إذا طلبوا منك الماء ولكن أتيت بالماء وليس يسقط على خدك بينما يسقط مخك على خدك الهيمن والأيسر هذا أبا الفضل العباس عليه السلام وعظمته أنا موش صدد أحكي عن كرامات العباس عليه السلام لكن هاي مقدمة للعزاء لكي تعرف صاحب هذه الليلة وكلكم أساتذة وكلكم خدام الحسين يا شيعاء يا مؤمنين عندما بقي الإمام الحسين عليه السلام وحيدا غريبا في عرصات كربلة لكن يا هلوية ويا أحزام ظهره ويا أخيه ويا أبا الفضل العباس لكن أبا الفضل العباس عليه السلام لم يحتمل صراخ وبكاء البنيات والعلويات والأطفال قال له أخي قضاق صدري وسئمت الحياة قال عباس أنت أخي وحامل لوائي إذا قتلت يصير رحلي إلى الشتات قال إذن ماذا أصنع مولاي قال أطلب للأطفال والنساء ذهب أبا الفضل العباس إلى القوم حذرهم من غضب الجبار وعظم لكن لا ينفع رجع إلى الخيمة سمع البنيات سمع سكينة ناد العطش العطيش وشاف سكينة هزب مهد عبدالله تقل لي عفد سكينة حاج أخوها البلمهد الله أكبر أنا عفد سكينة حاج أخوها البلمهد تقل لي يا عبدالله لا تبجي بعد عمك العباس ما يخلف وعد سعى وجاب جربتت بشار أولي هنا دارت محاور بين أبا الفضل العباس وزين شو خل بالك هناك قالت لي وحق طورك يا أخوي ومستحاتي أخوي من العطش يبسد لاتي يا يأشرا ما يسكن أنا يأشرا ما يأشرا ما يسكت لأن ما يقدر أن يحجن أنا يأشرا ما يسكت مخدرات الدمعة والحجي خلصا سوين ليلة بالفضل يلا قفوا ياي يا الدمعة والحجي خلصا يا أين سوين والله بالخيم شدة بالخيم شدة يا عباس جيب بالماء صارت بالخيم شدة أقسم عليك بالحشين أنت بتخوك تجيك أو ابنيتك وتقول لك أنا عطشانة أنت شي سوي شي سوي بهاي اللحظة فكيف بأب الفضل العباس هو العرق الهاشمي ويرى الأطفال يشوف رطي عطشانة سكينة يا عباس جيب الماي صارت بالخيم شدة واحدهم بأطفالك يشرب دمعة لبخد والله شد الراية يلوفى وعن قلب العطش رد وذا يم من نار غدروك غير على الطف تبد قالت لراحة ويموتون ترى أطفالك عطش راحة ويموتون والله باسمك يصيحون ما يمروتك باسمك يصيحون يالي يضرف لدمع على أب الفضل العباس مولاي مروتك دقينة بابك سيدي تقول الرواية بالأثناء يا إجاد سكن للعباس آني المدلل أيوا يا حبابه فاضل حتى ما رجع للخيمة لأن مستحل من عدل يا ما لتواعدني عم تردلي بالماء أنا مو بش شفتي صدقنيش فنعضاي عمي أنا مو بش شفتي صدقنيش فنعضاي أنا بج شم قبر أقنع مو إلا هواي مو إلا هوي الله الله أكبر أخذ القربة وتوجه نحو المشرع أبو فاضل بعد تعالوا يا شوفوا شلون ذلك البطل الجيد هو موصل إلى المشرع كشفهم عن المشرع اغترف غرفة من الماء ذكر الماء قال يا نفس يا نفس من بعد الحسين هوني بعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارث المنوني وأنت تشربين بارد المعيني الله أكبر رم الماء رم الماء وملأ القربة وتوجه نحو المخير يا شيعة أمير المؤمنين صاح شمر اقطعوا عليه الطريق والله إذا وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز بيمنتكم عن ميسرتكم زينب علي السلام تنظر إلى وجه الحسين إن الإمام الحسين ينظر إلى راية أبا الفضل العباس قالت له أخي حسين أرى وجهك قد تغير قال مولات قال زينب انظري إلى الراية أين هي الآن قالت أن الراية منتصبة مرتفعة قال قالها سوف يصل أخي لحظات يا خدام الحسين قال لها زينب انظري أين هي جهة الراية قالت له قد انحنت على جهة اليمين قال لا عظم الله لكلت قد قطعت يمينة بالفضل العب ثم نظرت زينب لحظات قال لها الإمام الحسين نظري إلى الراية نظرت قالت له أبا عبد الله إن الراية قد انحنت على الشمال قال لها عظم الله لكل أجر يا زينب قد قطعت شمال هذا البضل العباس وحقك ما قدروا يوصلوا إلا قدر تعالوا يا يصور الموقف وبفاضلك الهم أنه يوصل الجرب إذا انقطعت هيدي اليمن والشمال وين ضم القرب تقول الرواية جعل القرب بين أسناني أباك الهم أن يوصل الوا إلى سكيئين التم علي الأعداء لحد الآن أكو أمل يا خدام الحسين أن يصل القرب إلى الحل الحسين إلى مخيم الحسين لحظات وإذا بالسعام كالمطار أصاب سهم عينه أصاب سهم صدره أصاب سهم القرب فأريق مائها هناك الدور صيح رحم الله من نادى أيها وأعب اعاق رحم الله من نادى أيها أعب اعزائ رحم الله من نادى ومبلوما فاتاو ذلك في العمد الحديد فمرضوا على رأسه راحب وفاضي انال تلمل ما قايلها بحياته صاحة ادركني عليك من السلامة اخيك وابد الله بحياته ما قايل اخوي زينب تنضط زينب تتباو على الحسين انت تقل له تقل له حسين شو راية ما شفتها يقول تركها ودهبها الى المجرعة يقولون هناك وقفوا يم العباس لا يا ابنة لا شوان يقل له اخوان اخوان انا وعباس جدنا شلوف الله لا يفجعك بخير ولا يفجعك وتوقف على جثة ابن امك الاخو عزيز فكيف اذا كان الاخو مثل ابو فاضي يقول حميد ابن مسلم شفت ادنق على ارشال شيء قبله وارجع ثم انحنى ابو علي شال شيء قبله وارجع دققت واذا بهن كفين ابل فضل العباء قعد هناك يما خيأ ابو فاضي ما يشوف عنبت بيها السهم وعنجمت بيها الدم ظن ان شخص من الاعداء جاء لكي يحتز رأسه قال له يا هذا اقسم عليك بمن تعبد الا ما امهلتني فواق ناقة يعني الدقائق قال لما تصنع بها قال حتى يأتي الي اخي وابن والدي ودعني واشمها واشمني قصد نار الفرات حسين ابو اليم لقعض ايد على القاع وقعد ام اخو يا يخضب شيء ابتقام بنزف دم انكزر ظهري انكزر ظهري يقلو ما بعد ظن ان حسين سوى شيء ما نسوي بواحد ابت ولا نسوي واحد بالعالم خلى ايدهنا على خاصر توصاح الان انكزر ظهري وقلت حيلتي وشبت بي عدوي عباس واضعة الاماب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذههههههههههههه حسين انت الان تخلى راسك بحجرك بعد ساعة عيالي يخلى راسك بحجرك عين على خير يقل له يا عباس العضيد بعازة عضيد يصير حزامه بالشدة ويصير يديد يخويا شلون شلون تعوف خيك يا الوخ وحيد بعد ظهر برحيلك بيش حزما خويا يا ابو فاضل علي التمت العدوان العدوان انا دفك عينك اريد مزامة الخوان ترضى حسين اخيك لبعض جه ايام ترضى حسين اخيك ينذبا يا حاطشان قال اخي دعني احملك الى المخيم قال لا انا موعد شكينة وانا مستحة من عتان خجنا في العتان قام ابا الفضل العباس لحظات ثم طابت روحه الظاهرة بحجر الحسين رحم الله من نادى وعباسه الله تدري ليش من الساعة صحنا وعباسه لانا القربة بعد ما وصلت السكينة وهس راحت روحه يقول رد من النهر والقامة محنية يبجي والسمة تحن البواجي يقل لي يا عباس يا اخويا قطعت بي ما تنسد يا اخويا فيتك علي يا جلسي نبو جمعك العلاوي وقاله النصبا العباس تعزي يا وقاله النصبا العباس يا استعزي سحب عمود الخيمة سقطت الخيمة على الأرض يعني يا زينب راح عمود الخيمة راح خينة شايل أرادت أن تخرج زينب إلى جهة المعركة قالت أخي وصية العباس لا تصلي لا تصلي قالت ما كان ما كان ما كان ما كان يفارقني الحنين بساعة ما كان أخويا خال الأولاد خال الأولاد به الظهر ينشط خال الأولاد أنا ينراد 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 حيل الفرقتك عباس ينراد ولح للفرقتك عباس ينراد 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 وشمتة الأعداء رحم الله من نادى وحسينه 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 اشتركوا في القناة